هاي ميسون كيفك؟ الحمد لله نشكر الله أهلا وسهلا فيك و أهلا وسهلا بكل اللي عم يتابعونا ضمن هالفقرة وأكيد في ناس كتير حبين أنهم يلحقوا يعرفوا عن أبراجهم قبل بداية شهر رمضان المبارك رح نبدأ مع الحوت شو وضعهم بشهر أربعة؟ الحوت فترة جيدة تحمل الحظ والدعم وتزدهر الأعمال تحمل أفكار جديدة وتحاور تناقش تطرح أفكارك ولكن احذر فرض آراءك بالفترة الأولى عليك أنه تستمع للآخرين وممكن أنه من خلال الاستماع تاخذ فكرة عن موضوع معين تطورها ويصير عندك إنتاج من خلالها فترة مميزة جدا وعليك اعتماد دراسة الأمور بشكل محكم قبل البدع فيها وماليا الوقت مناسب لتعزيز وضعك المالي وأنت من يحدد النجاح أو الفشل بهاي الفترة الفترة الثانية فترة مالية وفرص كبيرة من خلال عمل إضافي والبدع بعملك الخاص أو الحصول على أموال كانت بحكم الضائعة يختفي المنافسين وتلاقي السهولة بالمتابعة والإنجاز وعاطفيا كوكب الزهرة يدعمك لحتى تعيش الحب والرومانسية عندنا كمان طلب على موليد برج الحمل ميسون الحمل الحمل شهر جيد ومناسب للبدع بجديد أو بتوسيع عملك أو إيجاد الحلول للمشاكل المعقدة وأيضا فترة ممتازة جدا للمصالحة مع البعض عندك طاقة كثير كبيرة لحتى تنطلق لأكثر من اتجاه وتحقق أكثر من هدف أيضا شهر جيد للتخلص من كل ما هو غير مجزي سواء كان بالعمل التخلص من المشاريع الغير مربحة أو بعلاقات سلبية أو بطوي صفحة من الماضي شهر ممتاز جدا للتغيير ووضع أسس جديدة والبدع بكل ما هو جديد لكن المطلوب منك أنه ما تتشتت وما تهمل الأمور وعليك دراسة كل شيء يظهر عندك بشكل محكم خاصة بحالة الاستثمارات المالية العاطفة بعد الأسبوع الأول عليك الحذر من العصبية والحساسية وممكن تراودك أفكار سلبية تجاه علاقتك بالعائلة أو الشريك وممكن تسيء فهم البعض فأحذر المواجهة والنقاش السلبي عنا كمان ناخذ السرطان الشورية السرطان طبعا فترة تحمل معطيات جديدة ممكن تهدد وضعك المهني وممكن يظهر أعداء مخفيين ومسؤوليات جديدة معقدة قد تكون بغير تخصصك لذلك ممكن تتشتت فعليك أنه إذا شعرت بالضغط عليك أنه تاخذ استراحة عليك حماية مصالحك وسمعتك المهنية أنت تحت الضوء لذلك ابتعد عن العصبية والتوتر والتشتت انهي أعمالك بشكل تام وعزز علاقاتك لا تدخل بتحديات أبدا بهاي الفترة وحافظ على أسرارك لحتى تتجاوز الفترة بسلام الأسبوع الأخير هو الأفضل خاصة إذا تجاوزت الفترة الأولى بدون أي مشاكل تحصل على الفرص الجيدة وممكن تلاقي القدرة على تعديل وتصويب الأمور التي حصلت من بداية الشهر تعوض ما فاتك وأيضا تشعر بالأمان أكثر والاستقرار بالفترة الثانية العاطفة الفترة الأولى رح تزداد العلاقات واللي من خلالها الكثير من غير المرتبطين يلتقي بالشريك المناسب يلا نحكي للعقرب الثلاثة سبيع الأولى فترة ضاغطة رح تزداد المسؤوليات وتزداد التحديات رح تنصدم بمواقف البعض من زملائك في العمل عندك القدرة على تخطيهم وعليك الانتباه وعدم التشتت فرص جديدة والبعض ممكن يحصل على عقد عمل بالخارج السفر متاح بهاي الفترة ويزداد الحنين إلى العائلة والشريك فترة جيدة للارتباط لغير المرتبطين وممكن تكون فترة معقدة ولكن تحمل فرص جيدة مهنيا وماليا فما تسمح بالتدخلات الخارجية وحافظ على صحتك وابتعد عن العصبية والتوتر الأسبوع الأخير تنتهي الضغوطات والتحديات والبعض من السلبيات اللي كنت عم بتواجهها ببداية الشهر إذا عرفت كيف تتعامل معها رح تقلب لا إيجابيات تخدم مصالحك عليك التأني باتخاذ القرارات خاصة المصيرية أيضا العاشرة أيام الأخيرة رح تزداد العلاقات واللي من خلالها ممكن تلاقي فرص جديدة لترتقي مهنيا واجتماعيا تواجه وتحاور وتنهي مشكلة مالية قد تكون مع أحد أفراد العائلة قد تخص ورث أو بيع بيت أو ما شابه وقلنا الفترة الوضع العاطفي حنين إلى العائلة أو الشريك نعم فيه كمان برج كنت يقلتي لي أنه طالبينه على يوتيوب نحن حكينا حوت وحمال نحكينا الثور ثور ما حكينا مظبوط برج الثور وآخر برج الثور ثلاث أسابيع ضاغطة يظهر فيها أعداء مخفيين ومعطيات غير مفهومة ممكن تتراجع أوضاعك في العمل والمهنة وتلاقي نفسك مضطر للنقاش وتوضيح الأمور بعض الأمور عليك أنه تحذر بشكل خاص بالعمل ما تهمل أعمالك اكمل مسؤولياتك بشكل صح ابتعد عن الصخب وحافظ على هدوءك وأسرارك وممكن تصدم بمواقف البعض العاشرة أيام الأخيرة هي الأفضل على كل المستويات تتراجع الضغوطات وتتوضح بعض الأمور المهمة لحتى تلاقي القدرة على تصحيح وتصويب الأمور التي حصلت من بداية الشهر تنطلق وتعوض الفترة الأولى على كل المستويات مش بس المهني كذلك المالي وممكن تتابع معاملات تخص العائلة أو تواجه بعض الأفراد من العائلة وتحل مشاكلها أنت قادر على تجاوز العقبات بهاي الفترة لحتى يرتفع شأنك أمام المسؤولين والعاطفة تلقى الدعم والحب من الشريك وعليك الاستماع والابتعاد عن العناد من لحة كمان برج سريعا خلينا نحكي للجوزاء شهر جيد يحمل الحظ والدعم وتتراجع الهمم والضغوطات فترة تحمل طاقة عالية وقدرة على خوض المهمات وإنهاء الأعمال المتراكمة التي كانت بالشهرين الماضيات العشر أيام الأخيرة تتغير المعطيات وممكن تنشغل بأمور مالية على مختلف أنواعها يعني ممكن معاملات مالية أو طلب قرض أو بيع وشراء استثمارات ستأخذ كل وقتك الأمور المالية بالفترة الثانية والعاطفة شهر يحمل معطيات غير واضحة لذلك ما تتخذ قرارات عاطفية سريعة سواء كان للمرتبطين أو غير المرتبطين وبما أنه هذا اليوم هو آخر يوم اللي معاكم لبعد العيد إن شاء الله رح ألتقيكم أتمنى لكم أيام حلوة ورمضان كريم وفطر مبارك وإن شاء الله يا رب تعيشوا بسعادة وصحة وتتحقق أمانيكم يعني رح نشتاء لك ورح نشتاء أكيد لفقرة الأبراج وأكيد الناس رح تضل بانتظارك إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك بكرة لأنه إحنا حلقتنا خارجية عشان هيك ميسوما رح تكون معنا منالي كل التوفية وإن شاء الله إجازة ممتعة نيالك لا مش رح أكون هنا مش رح أكون هنا رح أكون بمصر أوكي طب حلو كتير نبسطي حبيبتي ميسوما إن شاء الله إحنا بكرة إن شاء الله عندنا حلقة خارجية استنونا حلقة مميزة جدا قبل بداية شهر رمضان المبارك أتمنى لكم بأي تنهار سعيد شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء صحة 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 ماروتنا اشتركوا في القناة